هدف بوتسوانا هتعال بقى اكلمك في هدف بوتسوانا ونحلله مع بعض ونشوف مين المتسبب في هذا الخطأ يمكن بالتأكيد هيكون المتسبب الاول في هدف بوتسوانا هو ربيعة محمد احمد ربيعة مدافع سموحة المنظمة حديثا لقائمة المنتخب الوطني المصري يمكن اقدر الكرة خطأ كده وخرج مبكرا ودفعة بسيطة كده من اللاعب بوتسوانا بزكاء ودخل منطقة الجزاء استغل تقدم مصطفى شبير لعبها عرضية دربكة كده وجد في رجبته في الاخر واحرز منها الهدف يمكن لو جيت قيم الهدف هقول ان محمد احمد ربيعة لعب سموحة يتحمل جزء كبير جدا من هذا الهدف ولكن مش عايزين موت اللاعب الراجل اول انضمام له لقائمة المنتخب في الماتشين دول فبالتالي الراجل لسه ما عندوش خبرة للمباريات الدولية هتلاقي منه بعض الامور السلبية وهتلاقي منه بعض الامور الايجابية لعب المباراة اللي فاتت كويس جدا امام كاب فيردي الحقيقة وقد من مرضوط هيل النهاردة مش افضل اداء ومش افضل ظهور مش عايزين بقى اللوان نظام ايه يا اما انطلع اللعب سابع سماء يا اما اننزله سبع ارض للاسف دي نقطة صلبية عندنا ان احنا اما بنطلع اللعب سابع سماء يا اما بننزله سبع ارض فدي نقطة في منتهى السوق الراجل النهاردة مش عايزين بقى النغمة بتاعت ده ما يستحش المنتخب ده جاي من سموحها لازم يلعب قالي وزا مالك او محترف خالص هو النهاردة الاداء مش افضل شيء ويتحمل جزء من الهدف الحقيقة وزا ما اتكلمته قلت ان دي ميزة المباريات اللي زي كده ان انت تقدر ان انت هتجرب من خلالها تشوف الوجوه الجديدة تتعام يبدأ الكابتن حسام يشوف اه طب انا في حالة غياب الوينش مع مين ام مع حجازي مع ياسر ابراهيم مع ربيعة اه اختار مين اه لا ده في دلوقتي ربيعة اسموحها وبيكم طب اما شوفهم جباب بعض عاملين ازاي النهاردة شفت اخطاء يبقى انا منظوري بقى كابتن حسام ان انا اوعي اللاعب ده واعد معاه وابين له اخطاءه بحيس انه في المباريات القادمة ان شاء الله في حالة انه اخد فرصة فرصة يتعلم من اخطاءه انما فكرة ان انا اهد المعبد كله وامسك اللاعب اقول له لا اخلاص انت ما تنفعش اطلاقا انا ممكن اجيب لك اهداف اه محمد عبدالمين ينتسبب فيها والوينش تسبب فيها وحسان عبدالميجي تسبب فيها عادي جدا فمش عايزين نقصه على اللاعب وينشيله الليلة كلها طيب ده بالنسبة لي اه اللي ماني يتحمل مسئولية وتكلمنا في اه ربيعة بشكل عام بمنتهى الامانة هو بكم وربيعة النهاردة ما كانوش افضل اداء على الاطلاق والتفاهم بينهم ما كانش افضل شيء وشفنا اكتر من كرة اه مفيش تفاهم بينهم في مد مهاجم بتسوانا كان قادر ان هو يخطف منهم الكور ويشكل خطورة على مرمى اه منتخب مصر في بعض الكورات فاذا يعني بشكل عام تركيبة الدفاع وسنائية بكم وربيعة اعتقد ان هي مش هتستمر كتير واعتقد ان هي اه يعني خيار مش افضل شيء واعتقد ان لو هتلعب حد فيهم لازم يبقى جنبه حد تقيل لأ محمد حمدي اه بحسون عبد المجيد رمي ربيعة ياسر ابراهيم احمد حجازي في حالة انه رجع محمد عبد المنعم في حالة انه اكتمل الشفاء ويرجع ليه المباريات يحد منهم معه التاني بحيس ان واحد يشيل التاني انما الاتنين جنبه بعض اعتقد ان دي هتكون صعبة والاداء اللي شفناه مش افضل ايه شيء